اشتركوا في القناة مسألة قال حفظه الله إذا استأجر سفينة لحمل الخل المعين مسافة معينة فحملها خمرا مع الخل المعين استحق المالك عليه الأجرة المسمات وأجرة المثل لحمل الخمر لو فرض أنه كان حلالا يقول حفظه الله إنه خالف في المتفق عليه كان قد استأجر السيارة سفينة لأن يحمل فيها متاعا مباحا نقله مسموحا حمله لمسافة معلومة فالتزم بالمسافة والتزم بالمتفق عليه وهو حمل الخل حمل الماء وزاد فوق الحمولة المحللة حمولة أخرى فحملها خمرا مع الخل المعين التزم بالمعين وزاد قال الإجارة باطلة قال لا الإجارة صحيحة العقد صحيح يستحق أجرة مسمات قال بلى لأنها وليدة العقد الصحيح وهي كذلك فهل يستحق أجرة زائدة لأنه حملها شيئا زائدا يستحق زيادة في الأجرة على هذا المحمول الزائد قال بلى قال بلى استحق المالك أي مالك السيارة يعني استحق عليه الأجرة المسمات لأنها متفق عليها وأجرة المثل لماذا؟ لحمل الخمر يعني للحمل الآخر لشيء الآخر لو فرض أنه كان حلالا هل يحل نقله؟ بلى ليصنع منه دواء ليعمل خلا لإلى آخره فلو فرض له حالة محللة لو فرض مش من معنى الفرض والنظرية لا لا لو فرض يعني لو اتفق أنه كان محمولا لهذا فهل يجوز تقاضي الأجرة عليه؟ قال بلى قال بلى يتقاض أجرة عليه يتقاض لو فرضا يعني لو اتفق وكان له واقع محلل نعم حبيبي تضل ما هو حرام بالأصل الخمر حرام فلا يجوز نقله ولا يستحق عليه لا يستحق عليه أجرة لأنه حمله ممنوع ونقله ممنوع والإجارة عليه ممنوعة وأخذ الأجرة عليه ممنوعة ولكن لا يستحق عليها صحب السفينة لا لأنه لا يستحق عليها صحيح 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 اتفق عليه يعني في طرد هذا خالف وحمل فيها ما يحرم نقله بس هون الأجرة مستحق أصلا لأنه حمل خلا بس تنفرض أنه ما حمل خلا حمل شيئا محرما لا يستفيد منه أجرة مثلية إنما يستفيد منه أجرة تفرض مش لأنه حمل خمرا لأنه حرك السفينة ونقل فيها ما وزنه كذا مش على الخمر ايه لأنه يعني تكرم عن ذكرها أفرض لنقل الخمر زيادات في الأسعار مثلا لا نحترم مثل هذا التعاطي لا نعم سيد عندك شيء أحسن الله إليك قال راح حفظه الله يجوزوا لمن استأجر دابة للركوب أو سيارة للحمولة أو سفينة للنقل لكن الأمثل الآتية تنسجم مع الدابة وإنت ضع مثالا ينسجم مع المركبة الأخرى فهنا يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها أن يكبحها باللجام الكبح شد الجر الكبح أن يكبحها باللجام على نحو المتعارف كأنه يريد أن يقول حفظه الله فلا يعتدي على ما كان بيده أمانة السيارة أنت متعارف سرعتها هالأد متعارف كيفية سياقتها هالأد وهكذا تعامل الميكانيكي معها يجب أن يكون متعارفا وهكذا قال إلا مع اشتراطي عدمه يضيفي ضمن العقد أو ما بحكم الاشتراط خب فيتبع ما يشترط في العقد لفظا صريحا يتبع وما كان مرتكزا عند العرف مثلا بأنه في مجالات الصعود لا يسرع بالسيارة هكذا بمقامات النزول ميكانيكيا ينبغي أن تقاد بطريقة وهكذا وهذا المتعارف هذا بمستوى الشرط هذا بمستوى الشرط قال إلا مع عدم اشتراط إلا مع اشتراطي عدمه يعني عدم الكبح عدم استعمال أنت لك أنت لك أن تشترط على مستأجر السيارة منك العفو أن لا يستعملها بطريقة كذا وأن لا يسوقها ويقودها بطريقة كذا فالدابة مثلها والشرائط تناسبها جميل وإذا تعدى عن المتعارف أو تعدى الشرط المنصوص على عدم جوازه على عدمه ضمي وتلفت نقصت تضررت تأذت كل هذا مضمون لأنه خالف الشرط بعبارة أوضح هو كان أمينا فصار أثيما كان أمينا إذا التزم لأن مستأجر أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط وهنا تعدى فواضح أنه يضمن وفي صورة الجواز قال وإذا تعدى عن المتعارف أو مع اشتراط العدم ضمن نقصها أو تلفها وفي صورة الجواز لا ضمان للنقص على الأقوار يعني فيما لو جاز له أو أنه لم يشترط أو فعندما يجوز له أن يتعامل بهذا طيب وصار مع الدابة شيء كبحها ضربها وهو جائز وتضررت هل يضمن؟ قال لا لأن الدابة هكذا تقاد والسيارة هكذا تساق وهكذا واضح المسألة؟ مسألة صاحب الحمام يا أخي صاحب المحل يا أخي صاحب المعرض إلى أخي صاحب المطعم جيد الحمام المقصود به هو المتعارف في بعض البلاد الشرقية حمام عمومي يدخل إليه الناس للاستحمام والاستجمام فينزعون ثيابهم في مكان في مداخل تلك الساحات يقول صاحب الحمام هو باذل هذا الحمام لهذه الغاية فهل هو حارس وضامن للثياب التي ينزعها أصحابها؟ قال لا صاحب الحمام لا يضمن الثياب وصاحب المعرض لا يضمن الثياب وصاحب المحل لا يضمن سيارتك التي أنت أوقفتها أو لا يضمن ما تنزعه عادة أنت من ثياب إذا دخلت إلى شراء إلى سوق إلى آخره قال صاحب الحمام لا يضمن الثياب أو نحوها لو سرقت إلا إذا جعلت عنده وديعة جميل وقد تعد أو فرت إن الودعي أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط يده يد أمينة فإن تعد أو فرت تحولت يده إلى أثيمة قال عنها يد أثيمة وعليه في أيامنا كثير مما يقوم مثاله مقام الحمامات ويقوم مقام أصحاب الحمامات أصحاب المعارض وأصحاب المطاعم وأصحاب المحلات فلا يضمنون أصحابها لا يضمنون الثياب والأغراض التي تنزع عادة أو تخفف عن الزبائن لا يضمنون إلا إذا أودعوا فكانوا ودعيين فلا يجوز لهم أن يقصدوا لا تكليفا ولا وضعا مسألة سؤال على البال يخطر في البال أن يستأجر إنسان إنسانا لحراسة داره هل يجوز مثل هذه التجارة؟ أصل الاستئجار لبشر يفدي بضاعتك ويحمي دارك فيعرض نفسه للخطر هل يجوز الاستئجار الحراس ما يسمى بشركة الحراسة والحماية والأمان هل يجوز هل يجوز استئجاره لحراسة الدار لحراسة المتاع هل يجوز استئجاره لحمايتك الشخصية هل يجوز استئجاره لحماية نفسك؟ مر بقول هذا يرافقني يحمل متاعي يكون معي يعينني هذا استئجار مسموح ومشروع بلا ريب مر أستأجره حجابا وبوابا وهذا جائز بلا ريب لأنها خدمة تؤدى وفي مقابلها أجرى لكن سؤالي كالتالي هل يجوز أن يستأجر إنسان إنسانا يفدي بنفسه احتمال الخطر قائم يفدي بنفسه إنسانا ما يسمى بالحماية الشخصية هل تجوز؟ طرح المصنف وحفظه الله هذه المسائل بعنوانها القانوني بعنوانها القانوني الشرع يعني مع غض النظر عن التعرض إلى قدسيتها وعدم قدسيتها هذه المسائل بالدقة سيعرض المصنف وحفظه الله لها كغيره من فقهائنا في أبواب أخرى في مقام الديات وفي مقام الدفاع وفي مقامات الجهاد والحماية هناك تعرضون لها بأصل المسألة لكن يستشم رأي الفقيه من مثل هذه الفروع فسنقف على رأي حفظه الله هنا لأنها ظاهرة بينا قال حفظه الله إذا استؤجر لحراسة متاع فسرق لم يضمن نعلم هنا ونفهم أن مثل هذا الاستخدام مثل هذا الاستئجار جائز جائز ولا فرق بين استئجارك للإنسان ليحمل متاعك أو ليحفظ متاعك في مخزنه في بيته أو ليحرس متاعك ودارك لا فرق في هذا كله وهو جائز قال إذا استؤجر لحراسة هذا جائز هذا تكليفا خلصنا جميل ويستحق أجرة نعم من وين عم تفهمها أنت يا لأ صحيح ومفهوم أنه جائز وستفهمهم استؤجر فإذا أباح الهجارة أجازها فإذا تكليفا جائز بعد هل يضمن نحن استأجرناه لحفظ المسروق من اللصوص فإذا باللصوص جاءوا وغافلوه وسرقوها ونحط ببيلك دائما اللص غالبا مش دائما اللص غالبا يسبق صاحب المال بخطوة يعني من آن أقفلت عليه هو يفتح ثغرة ما كنت لتلتثت إليها جميل واللصوص تغافل الحراس فهل يضمن الحراس نحن أتينا بك لهذه الغاية أصلا وأخذت أنت لقاءها من المال لأجل حفاظه لحفاظه علي لأجل حفظها فسرقت فهل يضمن الحارس يضمن قال إذا استؤجر لحراسة متاع فسرق أو لحراسة دار فدخل أو 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 إلى آخره فسرق لم يضمن الصار الحارس لم يضمن إلا مع التقصير في الحراسة بالطيئة لأنا استأجرته لمهارته استأجرته لأتعابه استأجرته لقيامه فبذل جميع ما ينبغي بذله وثم ماذا غوفلا وأتي إليه من حيث لا يحتسب ثم ماذا قال إن بذلا ما عليه ولم يقصر في وظيفته فلا ضمان عليه ومؤتما قال فلا ضمان عليه قلنا سيدنا غلبه النعاس فنام غلبه النعاس فنام فجاء اللصوص وكانوا له مترصدين فهل يضمن مع النوم قال والظاهر أن غلبة النوم طبعا أنت يعرف أن السيد عم يحكي عقلائي بالتالي يعني هذا استؤجر أن يحرص من إلى بهذه الساعات وبهذه الساعات مش وقت نوم إلا لا معنى أن تجيبه حارس أنت في وقت في وقت نومه لا القصد إنه أخذ عليه الحراسة فيبقى مستيقظا جميل هذا بقي مستيقظا وانهارت قواه وسيطر عليه النعاس وهو أقوى الملوك النعاس هو أقوى الملوك أو من أقواها جيد فسيطر عليه النعاس فنام فنام قال والظاهر أن غلبة النوم اتفاقا يعني من غير قصد ومن غير تهاون ومن غير استرخاء بالعكس تعمد عكسها أيقظ نفسه أفاق نفسه وأخذ ما ينبغي أن يؤخذ حتى يبقى مستيقظا من المنبهات ثم مع هذا كله سبحان ربك قال لا يضمن قال لا يضمن لأن غلبة النوم اتفاقا مع مكافحته مجابهة النوم نعست فمشيت فمشيت نعست فشربت نعست فنتاولت منبها إلى آخره فعلت ما عليك ومع هذا خانتك خانتك قواك وسيطر عليك ملك النعاس قال لا تعد من التقصير عندئذ وهذا تشخيص مثال مولد يشخصه قال نعم نعم كما يتفق عادة عليه يؤتى بالحارس ونحن لا نمانع بالتالي نحن لا نحمله تقصيرا عندما نام وغفل لكن كما هو المتعارف هل لنا أن نشرط عليه إبان الإجارة بأنه إذا صرق المتاع مجضم إذا صرق المتاع يؤدي قيمته ونحن في المقابل أعطينا ألف دينار في كل شهر قبل وقال نعم إن صرق المتاع أنا آتيك بقيمته أدفع قيمته قبل سيد الله يحفظه كانت عبارته كثير دقيقة لاحظوا شؤال نعم إذا اشترط عليه أو اشترط عليه إذا اشترط عليه أداء القيمة إذا صرق المتاع أكمل وجب الوفاء به بالشرط وجب الوفاء به ما قال السيد ضمن هذا ليس ضمان واضح هذا من باب الوفاء بالشرط كمل أنت فلو خالف فلو خالف يكون الخيار للمالك واضح جيد قال والظاهر استحقاقه الأجرة أكيد بتعرفوا إعراب الأجرة هون أكيد مفعول به للمصدر لأن المصدر بيعمل عمل فعله يعني والظاهر أنه يستحق الأجرة مع عدم التقصير وقيامه بالحراسة على النحو المتعارف شو يعني يعني يقول يا صاحب الدار يا صاحب المتاع سرق متاعك احتسبه عند الله أجرك الله وادفع الأجرة للحارس أقول أدفع أجرة علامة علامة أنا أتيت بالحارس ليحفظ المتاع من السرق وقد سرق مع هذا يستحق علي أجرة قال قال بلى قال بلى بذل ما عليه ولم يقصر فإذا لم يكن مقصرا تدفع له الأجرة إلا إذا كان شرط عليه حين العقد بأنه إن سرق المتاع أو هو أخذ على نفسه قال وإن سرق المتاع لا تعطني أجرة وإذا قال إلا إذا شرط عليه إسقاطها مع حدوث السرقة وتعبيره لطيف تعبيره لطيف شو قال صيد مش قال لا يستحق لا لا هو يستحق بعد استحقاقها إسقاطها التفتت لعبارته إلا إذا اشترط عليه إسقاطها أو اشترط عليه إسقاطها مع حدوث السرقة يعني اتفقا عليها وهي شرط أساس إن حطت لكن اشترط أنه إن سرق أسقطها فالتزم يعني كأنه قال فإن سرق المتاع سامحتنا أبرأت ذمتنا من الأجرة قال نعم لك علي انتهى يجوز مسألة يقول السيد المات حفظه الله إنما يجب تسليم العين المستأجرة إلى المستأجير يعني السيارة والدار والدابة يجب على الملاك تسليمها للمستأجرين إذا توقف استفاء المنفعة على تسليمها كما في إجارة الآلات آلات النساجة والنجارة والخياطة أو كان المستأجر قد اشترت ذلك وإلا لم يجب شو يعني شو عم بقول المصنف حفظه الله يقول ما تستأجر من الأعيان يجب تسليمها إلى المستأجرين شو أصده يعني هل يشك أحد بأنه لا يجب تسليمها المستأجرين سيدنا قال لا لا مش هي قصدي يعني هل يجب عليك أن تعطيه إياها ولا أن تقودها أن تقودها أن تسوقها يعني افترض هو استأجر السيارة تتوصل على بغداد هل ويجب سلم المفتاح والله بيجي أنا وبنقل على بغداد قال لا إذا أمكن استفاء المنفع المتفق عليها وأنت الصائق فليس له عليك أن يمنعك إلا إذا كان استفاء المنفع يتوقف على أن لا تكون أنت وضحت كيف مثاله أعطى مثال الله يحفظ في آلات النساجة والنجارة والخياطة وغيرها إذا توقف استفاء المنفعة على تسليمها كما أو كان المستأجر قد اشترت ذلك وإلا لم يجب وعليه فمن استأجر سفينة للركوب لم يجب على المؤجر تسليمها إليه شو أصده هون هذا هو المثال اللي عم بذكره ومن استأجر سفينة للركوب أنت سجرت سيارة للركوب لتقلك إلى الزيارة أو استأجرت سفينة لتوصلك إلى مكان أنا صاحب السفينة ويجب سلمك إياها لا أنا ويجب أنقلك ويجب أنقلك وأنا القبطان ولذا قال فمن استأجر سفينة للركوب لم يجب على المؤجر تسليمها إليه وله أن يقول أنا أقودها أنا قبطانها واضح إذن المنفعة شوية مرة أنت تظهر أنت وعيالك وأنت صائق سيارة أنت صائق سيارة هنا مش لتقلك السيارة استأجرتها استأجرتها للملاحة للسياحة وجودك مانع مثلا فسلمه إياها أما إذا لم يكن وجودك مانع فليس له عليك أن يقول بشرط أن لا تأتي إلا إذا شرط علي أرتضي وضحت المسألة فإذن لا يجب على الملاك تسليم البضائع المؤجرات المستأجرات إلا مع الشرط أو مع عدم التمكن من الاستفاء إلا بهذا وإلا جازلك أنت مسألة يكفي في صحة الإجارة أن يكون للمؤجر حق التصرف في المنفعة بتمليكها للغير ولا يتوقف ذلك على كونه مالكا للعين واضح هذه المسألة مرت معنا إذا كان دار داري وأني أعطيتك المنفعة يا سيد ملكتك المنفعة بإجرة أو بمعاوضة المهم صارت المنفعة تحت سلطانك ولم أكن شرط عليك أن تستفيد من المنفعة أنت بالخصوص أبحت لك جميع أنحاء التصرف بالمنفعة هل يجوز لك عندئذ أن تؤجر داري لأخيك فلا يجب في صحة الإجارة أن يكون مصلتك على المنفعة مالكا للعين فلطالما تملك المنافع ولا تملك الأعيان ولطالما ملكت الأعيان مسلوبة المنافع إذن لا يوجد رابط بين المولدين انتهى قال يكفي في صحة الإجارة أن يكون للمؤجري حق التصرف في المنفعة بتمليكها للغير يعني أنت حتى تصح إجارتك لداري لأخيك يجب عليك أن تكون قادرا على تسليطه على المنفعة فأنت قادر على تسليطه باعتبار المنفعة مباحة لك لخمس سنوات أو أنك مستأجرها بإجارة مطلقة لخمس سنوات بها الخمس سنوات لك أن تؤجرها لمن تشاء فأنت مالك للمنفعة وإلا تكون مالكا للعين فعليه فيجوز للمستأجر يعني أنت مستأجر مني داري أن تؤجر العين المستأجرة من المؤجر يعني من قبل السيد هو المستأجر فله أن يؤجرك يا أحمد أو من غيره بعد فله أن يؤجر العين المستأجرة من هون إله هون من حطوها بمعنى إله يعني هذي لطيفة السيد استأجر الدار مني لأدا لخمس سنين أنت استأجرت الدار مني لخمس سنين مشاك جيد بعد سنتين من الأجار حنات وأنات أنا للدار فجيت لعندك يا أبا بتسكننا قلت اللي نحن إخوة بس الحق حق والشرع شرع شو بدك يا حبيب قال بأجرك الدار لمدة شهر نعم يؤجرني داري لمدة شهر إن هو أنا بدي الدار لمدة شهر مشاك رايح على الزيارة أنا وحنات لكربلا والدار عندي هونيك ومستأج السيد لخمس سنين فرحت أنا على كربلا أبو بدي استضيفه قال لي شيخ حالك حال بقيين من الزوار نعم قال لي سمعتم لأنه قلت نحن خدام لبو علي صلى الله عليه فبدك الدار فينا نقعدك فيه شهر بمبلغ كذا هل يجوز له أن يؤجرني داري حيث يملك منفعتها قال نعم كما يجوز أن تؤجر غيري لك أن تؤجرني وتؤجر سواي وهذا مفاده قدس حفظه الله بقوله فيجوز للمستأجري لو أنت أن يؤجر العين المستأجرة من يعني إلى إلى المؤجر نفسه يعني إلى المالك للعين أو من غيره يعني إلى غيره يقول إلا إذا اشترط عليه عدم إيجارها صريحا إذا كين أنا لما أجرت خمس سنوات قلت له لك أن تستفيد منها خمس سنوات بالإيجارة ولك أن تسكن فيها الزوار لكن ليس لك أن تؤجرها فيتبع الشرط يتبع الشرط لك أن تسكنها وتؤجرها لكن لا تؤجرها لغير الزوار مثلا الشرط نافذ جميل قال إلا أن يكون قد شرط عليه عدم إيجارها صريحا بعد أو كان الإيجار المطلوب فعله ممنوعا بحسب العرف يا أخي دار في كربلاء أعددته للزوار إيجارة للزوار هو أن تؤجره للاستفادة منه بغير الزيارة من المحرمات مثلا ومعلوم أني لا أرضها مثلا أو مثلا دار معدن بيني أنها معدن لاستخدام السكني أنت بتأجرها مثلا لاستخدام سكني لا بأس يعني ما منعتك بس تؤجرها للصنع والتصنيع مثلا تجعل من الدار مصنعا لا ترى الارتكاز بقوة الشرط الملفوض يجب أن يتبع قال إلا إذا اشترط عدم إيجارها صريحا أو كان الإيجار غير متعارب أي إيجار مش الإيجار لأني أجرته أنا مالك العين أنا حر وأجره كيف أشاء لا لا أنت لما ملكت العين المنفع لمدة خمس سنين ردت تأجرها هل يجوز لك أن تأجرها قال نعم إلا أن أشترط عليك العدم أو يكون هناك شرط ارتكازي متفق عرفا هذه دار سكنة مش دار تصنيع هذه دار سكنة مش دار تخزين لبضائع قد تترك آثارا بيئية ما عليها وهكذا فهذا مرتكز أو مثلا الدار داري وأن تعلم هواي فلا تؤجرها لمن لا أحب وجوده في الدار وهذا منصوص بقوة المنصوص أو مثلا دار مشهود له بالقداسة فيؤجر والعياذ بالله إلى من لا يقيم له وزنا مثلا حسب كل ارتكاز هكذا أو كان الإيجار غير متعارف خارجا هذه مسألة أخيرة كمان تذكر أنت مثال بمراده حفظه الله شو بده بمراده قال لا مش إلا لأنه الإيجارات اللي بده إياها السيد غير متعارفة لا أن يكون من المتعارف في هذه البلاد أنه اللي أجرك ملكك المنفعة بس معلوم أنه المؤجر ما بيأجر المستأجر اللي ما بيأجر ما بيقدر يأجر فيهاك عرف هو يتبع كما واضحة إذن ثلاثة أربع موارد يتبع فيها العرف ولذا قال أو كان الإيجار أصل الإيجار يعني غير متعارف خارجا يعني بين الناس أو لا مش غير الإيجار أصل الإيجار لا لا هذا الإيجار بالخصوص لهكذا دار غير متعارف يتبع أو دار للسكنة لا تؤجرها للتصنيع كمان يتبع وهكذا واضحة قال أو كان الإيجار بأصله أو بخصوص هذا المورد غير متعارف خارجا بحيث أغنى ذلك عن التصريح يعني هذا الارتكاز والمعروفية بين العرف أغنى عن التصريح باشتراط عدمه انتهى قال فرع وإذا جاز إيجارها من الغير من يعني إله من يعني إله وإذا جاز إيجارها من الغير إما للتوسعة في أصل الإيجارة وإما لقيام العرف وإما للاستسماح وإلى آخره وحيث جاز إيجارها من الغير ففي جواز تسليمها إليه من دون رضى المالك المستكشف ولو من قراء من قراء الحال وإذا جاز إيجارها من الغير وإذا جاز إيجارها من الغير للمالك خصوصي في هذا المستأجر بالخصوص إذا صرح لك بالرضى تم لا مانا بس إذا لم يصرح هل يشترط رضاه قال المهم 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 عدم رفضه عدم رفضه ولذا صرح دون رضى المالك المستكشف ولو من قراء الحال إجعل عندك تيزورك ما لآك وفتح البات مستأجر آخر وما اعترض قريني وعلى هذا فلو استأجر دابة للركوب أو لحمل المتاع مدة معينة فأجرها يعني المستأجر أجرها في تلك المدة أو في بعضها من آخر يعني لآخر إلى آخر صح صحة الإجارة صح العقد المستجد ولكن لا يسلمها إليه بل يكون هو معها إذن هذه بتصور قريني عنده إنه يبقى نحن بتعرفه لما نسلمناك الدار كانت أمانة في يدك طيب أنت لما نسلمت الدار وكانت أمانة وملكت منفعتها هل يجوز لك أن تؤجر منفعتها قال بلى طيب أنت التفت هذه الدار ما عادت أمانة في يدك صارت أمانة في يد الآخر هون بدك رضى المالك لسميناه طيب وعليه السيارة أنا أجرتك إياها وسمحت لك أن تؤجرها أو العرف سمح لك فيك تسلمها بل تفت حطه في بيلكن يا أحبة العين المستأجرة للانتفاع بها بقوة الوديعة بقوة الوديعة كيف إذا واحد جاي يحط عندك السيارة ببيتك وديعة وأمانة فأنت المستأجر داري بيدك أمانة وديعة الوديعة ما بيجلس لك تعطي هذا الآخر أنت صح مالك المنفعة حضرتك بس ما فيك تسلم السيارة اللي استأجرتها مني طيب إذا ما فيه سلمها لكن كيف أبحتل الإجارة قال كن معه كن أنت سائقها كن أنت قائدها وعلى هذا فلو استأجرت دابة دابة للركوب أو لحمل المتاع مدة معينة فأجرها في تلك المدة أو في بعضها من آخر صح ولكن لا يسلمها إليه بل يكون هو معها وإن ركبها ذلك الآخر أو حملها متاعه نعم حبيب تجري تنفع نعم تنفع حبيبي نعم تنفع ولذا أنا أعطيتك مثال قلت مثل إذا كنت أنا أجر السيد الدار ومباح له أن يؤجره فبعد فترة يجيت أنا أدق الباب لأيتك أنت وسلمت عليك خير إن شاء الله هون تلي والله سأجرت من السيد وأنت تعلم بأن الدار داري وأنت تعلم بأن السيد يملك العين فلا ضير في هذا لا لأنه هذا السكوت وغيره ولا آخره يعني تظهر القراء منه على كل إن وجرت القرينة تبعت سواء سلبية ولا إيجابية فرفضه يعلم ورضاه يعلم قال بس هذه الأمانات اللي هي في إيدك أيها المستأجر لا تسلمها لغيرك مش مسمح لك تسلمها لغيرك أنا أطيتك يا ملكتك المنفع ببركة الإجارة ولكن العين أمانة في يدك فلا تسلم سيارتي لغيرك كن معه كن أنت سائقها أنا أمنتك إليك على سويتها مش تعطيها لغير أحمد لا أحمد لا مسموح قال لكن لا يسلمها إليه بل يكون هو معها وإن ركبها ذلك الآخر أو حملها متاعه يقول هذا إذا كانت الإجارة مطلقة أما إذا كانت مقيدة كيف يعني شو أصدك مقيدة سيدنا يعني حالي دون حالي قال يعني كما إذا استأجر دارا بشرط أن ينتفع بها هو بنفسه أنا أجرتك الدار بشرط أن تنتفع أنت بنفسك بها لاحظوا يا أحبة فرء مضبوط حتى لا تفجأوا بالمثال مش طردت عليك أن تسكنها بنفسك لا لا أن تنتفع بها بنفسك والانتفاع أعم من السكنة يا أخي مرة بشترط عليك أنا باستئجارك الدار مني أقول بشرط أن تسكنها أنت ومرة بقول بشرط أن يعود النفع إليك حسرا هذه أعم لأنه أن يعود النفع عليك حسرا فيك ما تسكنها أنت واجيب فيها طلاب من الطلاب العلم مثلا تسكنهم قربة إلى الله تعالى لا ضير النفع لك والنفع أعم من المعاد والمعاش يعني أعم من الدنيا والآخرة فلك أن تستفيد بها ما يعود النفع إليك فيها ومن هذا النفع يا أخي هل يجوز لك أن تؤجرها شوف المثال شو أعطى بالأول أما إذا كانت مقيدة مقيدة وأعطى مثال على التقييد مثل شو أن يقيد الانتفاع بها لك هذا قيد بس ما قال لك أن تقيد السكنة بك وعليه قال أما إذا كانت مقيدة كما إذا استأجر دارا بشرط أن ينتفع بها هو بنفسه فيجوز له إيجارها أكمل على نحو يرجع الانتفاع بها إلي كيف كأن تستأجر المرأة دارا ثم تتزوج فتؤجر الدار أو فتؤجر الدار لبعلها لسكناها هي النفع لمن هون للمرأة هي كانت عازبة وطلبت للزواج ولكن لا مسكن له قالت أنا أسكنك لأنني مستأجر الدار النفع لمن لها وهذا ينطبق عليه الشرط وما شرط السكن لها قال الانتفاع لك صحيح أو مثال آخر مثل ما أعطيتك أنا أجرتك الدار على أن يكون النفع لك طيب النفع لك بتعرف لون بروح هذا مثل أن تكون لك عائلة بعيدة عنك في معرض الخطر إلى آخره صح أو أرحام أو إلى آخره جيبتوا سكنتهم هون ولو كان بمثل هذا الإيجار النفع لك كيف لأنك أنت كنت عم تدفعل هنا الإنفاق لتلك البلاد وغالي لما نجبتهم سكنتم بهذا الدار اطمأن بالك وخف إنفاقك وخف مصروفك أيضا نفع لك مهم مثل هذه الموارد يجوز قال أما إيجارها على وجه ينتفع بها الغير طبعا مثال أعطى المصنف حفظه الله أسطل المرأة المستأجرة وللعكس بالعكس صحيح أنا كنت مسكن السيد مثلا يعني عفوا من أجر السيد والنفع لك شرطي أن يكون النفع لك فبظل رايح جاي يعني بيظهر إلى آخرين مش عارف يستقر به الحال فإذا استزوج مثلا وبدو يأجرها إلها لحتى هي تدفع وتأثث البيت إلى آخرين ما يعود النفع إليك وأما إيجارها إيجار إيجار الدار على وجه ينتفع بها الغير فلا يجوز يعني صار النفع لمين لمصلحة الساكن بها طبال حبيبي لا بأس حبيبي بالمثال نحن والأمثل أنا أعطيت مثال من ساعة مثل أنه أنت عندك عيال أهل واجبين نفقة في مكان ما عم تبعث لهم من هون خمسة آلاف وهذا مبلغ باهض أنا الدار مأجرك ياب ألف فإذا جبتهم وسكنتهم ولا يجوز لك أن تسكن معهم كونهم مش محارم مثلا بس هنا من واجبي مش واجبي الإنفاق يعني بأمانتك أيتام فإجيت سكنتهم أنت في هذا الدار اللي هو قداش مبلغه ألف دينار أنت وفرت على نفسك وفرت على حالك أربعة آلاف دينار من المستفيد هم من المنتفع بالرؤية العامة هم بس المنتبع الحقيقي أنت فهذا يعود النفع إليك لا بأسهل لأننا بنجي نفوت بتفاصيل ولذا أنا أعطيت يعني قلت أنا تتلائم مقاصدي مع عبارة المصنف حفظه الله حتى في المنفع الأخروية يعني قلت لا يمنع يعني ظاهر أنه ما فيه منع يعني مثل بثل أنت أن تسكن والدك حيث طلب منك أو والدك أو كذا حتى يقر بها القرار بجنب المزار عند أمير المؤمنين عليه السلام هذا كدارك أنا ونيك يمكن على كل حال فما نستشكله فليراجع وليستفتي مرجعه على كل حال على كل قال حفظه الله أما إيجارها على وجه ينتفع به الغير فلا يجوز يعني شو يعني أن يكون النفع عائدا إلى غيرك هكذا يعني جيت أنا أجرت واحد عم بيدور على دار الدور كل أجراتها خمس تلاف وأني أجرتك يبألف برنبك جيت حضرت جنابك أنت وأجرته لهذا بألف قال ليه النفع لمن له سأبت قل لي ما القربة هيد القربة هلا بكون هيدا كان مراري من ساعة إنه إذا كان نفع أخروي فعلا مهي نفع أخروي هلا بنوفرض نحن فيه منافع أخروي تفرض حتى مثل هذا الهيجار مثل شو مثلا كان يكون من واجبين نفقة عليك أجروا إياه بها الآد إيه لأنه خفت عنك النفقة الزائدة هذا مورد أخروي دنيوي على كله أما فإذا أجرها كذلك والحال هذه الانتفاع لك وهذا شرط يعني قيدت الإجارة بالنفع لك وانت خلفت أجرتها والنفع لغيرك شو حكم الإجارة يا أحبة قال فإذا أجرها كذلك كذلك يعني والحال هذه إنه أنا قيدت الإجارة بالنفع لك فأنت أجرتها والنفع لغيرك قال أكمل بطلت الإجارة وبطلت الإجارة فإذا استوفى المستأجر الثاني منافعها يعني هو أجرك إياها إليك والنفع لك وأني كنت مشطرت أن يكون النفع له أنت صار اسمك المستأجر الثاني صح فإنت أجيت وسكنت الدار أقول وأنت تعلم بشرطي عليه قال وكان عالما بالفساد أنت تعلم بأنه لا يجوز له أن يفعل مثل هذه الإجارة ومع هذا أخذت منه بحكم القانون وسكنت الدار كان آثما مين كان آثما أكمل اثنين اثنين كانوا آثما أما أنت لخلاف المتفق عليه والعين أمانة في يدك فلا يجوز لك أن تتصرف بها وهو يعلم بالفساد فبأي سلطان دخل داري وهو عالم بأني لا أسمح لا أرضى مثلا وتلزم المستأجر الأول للمالك الأجر المسمات في الإجارة المستأجر الأول هو سيد يلزمه لي أن يدفع الأجرة المسمات لإلي ما اتفقد أني أجرته خمس سنين بخمسة آلاف دينار واجب عليه أن يؤدي إلي الخمسة آلاف دينار ببركة العقد الصحيح قال وما به يعني وزياد على الأجر المسمات يدفع ما به التفاوت بينها وبين أجرة المثل للمنفعة المستوفات إن كان هذه المنفعة الجديدة التي أدخل كالدار فيها فلو فرضا أنه انتفع واستفاد قال يدفع لي مقدار التفاوت أيضا لأنه لا يستحق الانتفاع بها عند إذن مسألة أما المستأجر الثاني له أنت ففي كونه ضامنا للمالك أو للمستأجر الأول بشيء إشكال ليه ليش الإشكال مش عم نحكي نحن آثم ولا مش آثم يا أحبة عم نحكي ضامن ولا مش ضامن قال بلا فرق في ذلك بين كونه عالما بالفساد وكونه جاهلا به آثم إيه فهمنا آثم دخل دار غيره إيه يضمن ولا لا يضمن الضمان لي بالآخر أنا المالك الأول بضمان من بضمان المستأمن أنا الذي أمنتك أنت لما تضمن ولمن تضمن أنت تضمن لي ما في علاقة بينه بينك ضمانك تلا في عين المال الذي بيدك عليك طيب يضمن لك لما يضمن لك وأنت عالم بأنه لا يجوز لك أنت صلطته فالضمان عليك أنت المغرر هذا وجه أيش وجه عدم الضمان وجه الضمان لأنه في إشكال بس إن قال إشكال يعني في تردد من جهتين سلبا وإيجابا وجه آخر إيه محتمل الضمان قائم إيه صحيح بالتالي أنا يجوز لي أن أرجع على الجانيين أليس كذلك أنا يجوز لي أن أرجع على الجانيين هو جاني بكونه تعدى الاتفاق بيني وبينه وأنت جاني لكونك تعلم بأني لا أرضى فإذن احتمال الضمان قائم المصنف حفظه الله وأدام الله ظله توقف مستشكلا بقوة الإحديات الوجوب فالعود إلى المصالح خير بين من ومن بين المستأجرين الأول والثاني مسألة يأتي والحمد لله وصلى الله على رسوله محمد وآله الله صلى الله محمد وآله اشتركوا في القناة